السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هاد الفيديو انشاء الله رح نحلو نموذج فروض الفصل الثالث لسنة أولى ثانوي نتمنى انشاء الله هاد الفيديو مع الحلول والشرح يفيدكم وتسفادوا اذا نبدأ على بركتي الله بسم الله قل لك السيارات الكهربائية ممكن تباني لكم بالليه اختراح حديث ولكن هي موجودة منذ سنوات كانت موجودة في بداية الف وتسعمية وكان كاين سيارات كهربائية على الطريق اكثر منها سيارات اللي تمشي بالبنزين at that time في الف وتسعمية gasoline was expensive compared with other fuels الليسونس كان غالي نظرا مع بنزينات اخرى once gas prices dropped and new technologies were developed electric cars went out of fashion in favor of gas powered cars which could travel longer distances without stopping اذا هنا قال لك السومة لسونس dropped مع انتها طاحت وتكنولوجية الجدد كانوا مكتشفين هنا السيارات الكهربائية خرجوا من الفاشن تحهم in favor of gas powered cars which could هنا electric cars ما يقدروش يسافروا مسافات بعيدة على عكس السيارات اللي تبشي بالبنزين بلا ما تحبس during the 20th century gas powered cars got bigger heavier and faster they required more fuel قال لك في القرن العشرين السيارات اللي يمشيوا بالليسونس اصبحوا كب اكبر اثقل واسرع ويكلوا بزاف الليسونس which led to more air pollution هذا سبب تلوث في الهواء for years car makers did not worry about pollution لسنوات اللي يصنعوا السيارات صانعي السيارات ما تقلقوش وما كانوش دارين حساب للتلوث they were not concerned about how much gas cars used ما كانوش مهتمين بش حال سيارات يستهلكوا من غاز هنا غاز ولا غازلين ولا هو البنزين اللي يستعملوا البنزين لسنس ولا كيما نقولو سنبلان هاذو اللي عمرهم في الطمق اعتذر هنا الكلمة راحتلي البنزين اوكي البنزين however as consumers became aware of earth's limited supply of oil they pursued manufacturers to make more efficient and less polluting cars على عكس اللي اخترعوهم المستعمالين للسيارات ولو يخافوا على الارض ولو يخافوا من التلوث وحبوا انهم يديرونهم سيارات يخدمونهم سيارات اقل تلوث لالبيئة one solution was a hybrid car hybrid معنتها مهجانة مهجانة تكون فيها نص من حاجة ونص من حاجة سيارات المهجانة وشنو هي one that run partly on gas and partly on electricity supplied by a battery خدموا سيارة مهجانة مقسومة على زوج النص يمشي بالليسونس والنص يمشي بالكهرباء اوكي بالباتريز اللي هما بطاريات يتشرجوا بالكهرباء اه سنو ايه hybrid cars became popular in the mid 2000s اوكي اهنا 20s ولا 2000s اللي هو سيارات المهجانة اصبحت مشهورة في نصف الالفينات as gas prices rose dramatically and car manufacturers made the full efficient car more affordable and all electric car uses no gasoline سيارة الكهربائية مايستعملوش البنزين the challenge though is that car batteries need to be recharged هنا التحدي هو انه سيارات الكهربائية لازم تعاود تتشرجها that makes electric cars impractical for long distances هذا الشي خلى سيارات الكهربائية ماهيش ماهيش useful مفيدة للمسافات الطاويلة the government and car manufacturers are working together to develop safe inexpensive and practical electric cars اذا الذكام يخدموا يخموا الحكومة واللي يخدموا السيارات يخموا باش يطوروا فيها وتولي امنة وغمشي غالية وpractical معنتها نخدموا بها ونستعملوها بزر when these cars became available to consumers gas stations may someday be a thing of the past قل لك اذا هذي السيارات ولو موجودين ويفيدوا اكثر لسيارات الكهربائية محطات البنزين ممكن يوم ما رح تصبح من الماضي نقول لهم نقولوا كان كاين محطات بنزين adapted from even more 2010 daily reading comprehension grade P 1 4 and 5 اذا هذا هو النص نهنا معلكم غير تقرأوه مرتين على الاقل باش تكون عندكم فكرة حول الموضوع ننتقلوا الان الى الاسئلة عدنا reading comprehension read the text and do the activities say whether the following statements are true or false electric cars electric cars are not recent invention people preferred gas powered vehicles to electric ones because gas was not expensive a hybrid car does not need gas with electric cars there may be no gas stations in the future هنا اقرأوا الجمل وحوسوا عليهم في النص الموقع انتحهم في النص تلقوا والاجابة الى صحاح ولا غلطين نشوفوا التمرين الثاني answer the following questions according to the text did electric cars exist in the past justify your answer what is the problem with gas powered cars what is a hybrid car what is the problem with all electric cars هنا ايضا اقرأوا السؤال حوسوا على الكلمة المفتاحية لتكون في السؤال في النص تلقوا الاجابة امامها مباشرة شوفوا التمرين الموالي choose an appropriate title for the text electric cars and hybrid ones electric cars in the past present and future electric cars and pollution وراه الجو السؤال للعنوان اللي يكون افضل للنص say what or who do the underlined words refer to in the text عدنا that time they in paragraph 2 and they in paragraph 3 اوكي ركزوا هنا مليح ايضا هنا الكلمات اللي يقول لكم على شكون تعود اقرأوا وشكين قبلها تلقوا الاجابة نشوفوا التمرين الموالي find in the text words that are closest in meaning to the following تشرحوا كلمة conscious كلمة famous وكلمة cheap number two form the opposite of the following words keeping the same roots عدنا concerned efficient precise and relevant ديروا لهم opposite انتحهم بشرط انك تخلي the root مثل possible عكسها impossible هنا كل كلمة وش نزيدوا لها باش نتحصلوا على opposite انتحا نروحوا نشوفوا التمرين الموالي join the pairs of sentences using this slang words عدنا therefore however and although عدنا ثلاثة جمل كل جملة فيها جزئين رايحين تربطهم بواحد من هذا الروابط gas powered cars can travel over long distances they pollute the environment cars can not run on water people use airplanes to cross the sea cars are a good way to travel many people are killed in car road accidents ركزوا مليح هنا وش من الرابط يمشي مع كل جملة هنا اوكي ركزوا فقط مليح في التمرين نشوفوا التمرين الموالي decipher the following sentence and use the letters of the alphabet to write it هنا عدنا مساج مشفر كما مولفين نلقوهم في الكتاب حوسوا عليه وشنو هو وحلوه وكتبو الجملة number five هنا ما عدناش وضعية ادماجية عدنا وضعية ادماجية معطات هنا راهم اعطونا الجمل اللي بيهم نكتبو الوضعية الادماجية ولكن هنا راهم مخلطين رايحين نعاودو نرتبوهم باش نتحصلوا على فقرة واضحة وبسيطة هنا عدنا A, B, C, and D however it took a long time to travel by camels or by donkeys the first humans could not travel over long distances on foot carbons solved this problem by inventing the automobile in 1885-1886 therefore they used some animals like donkeys and camels as means of transportation اوكي اذا هنا خموا مليح ورتبوهم باش نتحصلوا على وضعية ادماجية خاصة بكي تكتبوها تعرفوها خاصة بواش اذا هذا هو الموضوع هنا معلكم غير توقفوا الفيديو تحاولوا واحدكم شوية وثم تقارنوا الإجابة نتحكم بالإجابة الموالية وهنا اللي حاب يطبع الموضوع الموضوع رهو موجود في بنك الفروض والاختبارات اذا انتبعوا معايا لآخر الفيديو نشوفوا الأجوبة معا بعد اذا هنا الأجوبة فقط سمحوا لي شوية بلك ما تبانيش مليح لأنه الفيديو التمرين حليته في الليل البارح بلك شوية ما تبانيلكمش اذا عدنا التمرين الأول True, Force, Force, and True ثم جاوبنا على الأسئلة السؤال الأول Yes, they have been around for years هنا الجملة الأولى في النص هي اللي تبيننا بليل electric cars كانوا موجودين من بكري The problem is air pollution Number three, a hybrid car is one that's run partly on gas and one on electricity The problem is that all electric cars' batteries need to be recharged That makes هذه الجملة حتى long distance وتحبس هو الجواب أنت التمرين أو السؤال الرابع التمرين الموالي The suitable title هنا electric cars and hybrid ones عدنا at that time تعود in the early 90s عدنا ذي الأولى تعود على car makers وذي الأخيرة تعود على consumers عدنا الآن synonyms synonyms of conscious هو aware synonyms of famous هو popular synonyms of cheap هو inexpensive رخيصة ما راهيش غالية نشوفوا الأجوبة الموالية عدنا هنا the opposite هنا فرمينا l-opposites عدنا concerned عكسها inconcerned relevant عكسها irrelevant efficient عكسها inefficient and precise عكسها imprecise size هذا هو العكس باش نخليوا the root root اللي هو الاسم للكلمة كيما راهي نخلوها بلا ما نبدلوها نروحوا الآن للجمل اللي ربطناه gas powered cars can travel over long distances however they pollute the environment although cars cannot run on water people use airplanes to cross the sea cars are a good way to travel therefore many people are killed in car road accidents ونشوفوا الرسالة المخفية هنا decipher the sentence عدنا the problem of air pollution is solved by inventing the electric car هذا هو المساج المخبي والجمل الأخيرة باش نتحصل على وضعية إدماجية ترتيب أنت حاكن بهذا الطريقة بي ثم دي ثم سنتنس آي ثم سنتنس سي نتمنى إن شاء الله هاد الفيديو إفيتكم والنموذج ربي يوفقكم وينجحكم يا رب وبقاوا على آخير